بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الأعليا إنما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة حمادة بين اللي فات واللي جاي إبراهيم أهلا بك يا باش مهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الأثنين حلقة النهاردة 887 بدأها المهندس عدلي بتهشيك حمادة مين حمادة ويدلع دا كله اللي عندنا مثل كده أو طرفة يقول لك اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص وانت مش عارف حمادة الأولاني دي كان إيه ففي كرة القدم كنا أنا تمنى أن يكون حمادة اللي جاي بقى حمادة تاني خالص المؤشرات كلها بتقول إن حمادة مكمل معانا زي ما هو كل اللي وصلنا له من شكل التعديلات تغيير الجهاز الفني وهي الحيلة اللي بنلجأ لها لامتصاص الغضب مع كل إخفاق لا يليق بالكرة المصرية اتحاد الكرة وهو بيناقش الأمر يطلع رئيس الرابطة يقول لك إحنا كنا تقريباً اتفقنا مع كيروش واللي تعاد بيقول لك كنا تقريباً اتفقنا مع رينارد ولكن إحنا فجأة اتفقنا مع جهاز وطني بقيادة الكابتن حسام إبراهيم نتمنى لهم التوفيق لكن إيه اللي يخلينا نتفاعل بهذا التغيير غير القدرات الخاصة بتاعة الجهاز الفني اللي جاي وما نأملوا فيهم هل البنية اتغيرت هل السياسة اتغيرت هل الفلسفة اتغيرت هل المناخ اتغيرت هل المصابقات اتحطلها نظام هل هناك خطة نقول أيوة كده الناس يتشتغل على نظافة أنا منشاف حاجة حمادة أستاذ أبراهيم بكمل معنا